اهلا بحضراتكم من جديد يمكن الحقيقة انه السنين الاخيرة رجع التاني شمس القاهرة تشرق على عواصم البلاد الافريقية والقارة السمراء بشكل كبير وتستعيد القاهرة دورها القيادة للقارة السمراء في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلينا نتكلم مع حضراتكم بشيء من التفصيل مع ضيفنا لنوارنا في الستوديو استاذ نبيل نجم الدين الكاتب المتخصص في العلاقات الدولية مسألة الخيرة على حضرتك يا فندر اهلا بحضرتك واهلا باستاذ المشاهدين اهلا بحضرتك يمكن هناك زخم لعلاقات المصرية الافريقية وعودة للقاهرة وبقوة لان تتحدث عن طموحات شعوب القارة الافريقية وعن تنمية وتطوير القارة الافريقية ومسألة استغلال ثروات القارة الافريقية لابنائها مش زي ما كان بيحصل قبل كده حيث تقرأ ازاي العلاقات المصرية الافريقية خلال 8 سنين اللي فاتوا لا شك ان قبل الحديث عن 8 سنين الماضيات مصر كان لها دور اساسي في حركات التحرر الافريقية صحيح في عادة الرئيسة يا عبد الناصر بالضبط والحقيقة الملامح والبصمات المصرية موجودة في كل عاصمة في افريقيا هو اللي حصل ان احنا قبل العشر سنوات الماضية من حكم الرئيس عفتاح السيسي كان فيه نوع من الاهمال الحقيقة لأفريقيا الرئيس عفتاح السيسي جيه بكل شجاعة وقال الملف ده يجب ان يحتل اولوية في اجندة مصر الخارجية على مدى التاريخ مصر لها دور اقليمي هذا الدور الاقليمي كلما قوية كلما قوية مصر وارتفع شأنها في المنطقة من ايام قدماء المصريين وحاج سبسوت وذيارتها الى الهضبة الافريقية ثم بعد ذلك في العصر الحديث محمد علي ووصوله بايضا جوانب في افريقيا كلما مصر تهتم بافريقيا كلما قوة مصر تزداد ونفوزها يبقى اكثر الرئيس عفتاح السيسي الحقيقة عمل طفرة واضحة جدا في هذا الملف اكبر عدد من زيارات الرؤساء الافريقية الى القاهرة تم في عهد الرئيس عفتاح السيسي ايضا الرئيس السيسي ظهر عواصم لم يزورها رئيس مصر حتى في وقت الرئيس الراحل عبد المصر نتجه للمسائل الاخرى وهي التعاون بين جمهورية مصر العربية وافريقيا هناك طفرة في هذا الملف في اكتر من جانب في التعاون في مقاومة الارهاب التعاون في النواحي الفنية التعاون في الموارد المائية ولذلك استطيع القول ان ما جرى في ملف افريقيا خلال السنوات الثمان الماضية هو امر يشكل استعادة للدور والوجود المصري الافريقي وقد حدث اني تشرفت بزيارة عدد من الدول الافريقية ولما الواحد بيقول ان انا من مصر بتجدي شيء مهم جدا لدى المواطنين الافريقية ما تم هو خطوة كبيرة ولكن الافاق مفتوحة والجهود يجب ان تبزل من كل الاجهزة التنفيذية في مصر لاستكمال مسيرة الرئاسة المصرية التي اعادت الدور المصري في افريقيا صحيح هنا يمكن من اتكلم تحديدا في السنين الاخيرة عن دور تنموي بشكل كبير لمصر في افريقيا يمكن من اتحدث منذ ايام عن سد جوليوس نوريري في تنزانيا وهذا الدور التنموي نحن نتلم عن طاقة تهربائية وهمية هذا السد لتنزانيا مسألة التنمية والتطوير للقارة السمراء وماذا تحمل مصر وتقدم للقارة السمراء في الحقيقة في الجوانب التي هي بتاعت التعاون المائي هناك مشروعات ضخمة تقوم بها وزارة الرئي والموارد المائية المصرية في عدد من الدول الافريقية ولو بدأنا مثلا بجنوب السودان هناك في مشروعات كبيرة سد واو المجال المائية في بحر الغزال في السودان تطهير المجال المائية إنشاء سدود التدريب التقني للموارد البشرية في هذه الدول ثم بعد ذلك الكنغو وتنزانيا وأوغندا كل هذه الدول هناك تعاون مصري معها في المجال المائي وأعتقد أن سد جوليوس نيريري في تنزانيا هو نموذج يحتزى في أن مصر تسعى إلى إرساء تعاون ثنائي مع الدول الافريقية لمصلحة الشعوب الافريقية مما يضحض الأكاذيب والأشاعات التي تريد بعض الجهات المعادية والمناوئة والطامعة في أفريقيا من إشاعتها على سبيل المثال أن وجود مصر في أفريقيا بيواجه بتحديات كبيرة جدا أن هناك الاستعمار القديم وهناك دول جديدة يعني الصين الهند إسرائيل هذه الدول لها أجندة واضحة جدا في أفريقيا وهذه الدول من مصلحتها أن لا يعود الدور المصري إلى إفريقيا هذا تحدي مهم جدا علينا أن ندركه وعلينا أن ندعم من الجهود الرئاسية في هذا الملف من خلال الأظهر الشريف الكنيسة المصرية وزارة الشباب والرياضة وزارات الإعلام أو مؤسسات الإعلام والثقافة كل هذه الجهات المصرية يجب أن تتحرك وتضع في أجندتها الملف الإفريقي لأن الدور الرئاسي والدور الذي يقوم به وزارة الري والموارد المائية كبير ولكنه محتاج لزخم آخر على مستوى هذه الجهات التي ذكرتها يمكن مسألة التعاون الأفريقي والتعاون الأفريقي العربي كيف يمكن لهذا التعاون أن يكون بديل للدور الأفريقية عن التعاون مع الدور العالم الأخرى التي تفرض بطبع وجودها داخل القرر السمراء بعض التحديات هي لن يكون بديل بسهولة الأمر في غاية الصعوبة يعني الصين على سبيل المثال لها استراتيجية في أفريقيا قوية جدا مصر وضعت استراتيجية مائية حتى عام 2050 وهذه الاستراتيجية لها أدوات وسائل أعتقد أن الأفريق كشعوب يدركون أن مصر هي دولة ساهمت في تحرير بلادهم ولكن هؤلاء الشعوب أو تلك الشعوب تريدوا طعاما وتريدوا تعليما وتريدوا صحة وحتى لا تتصرب بطرق التي نحن نتبعها إما الصيد سهل الإرهاب أو الهجرة غير الشرعية من هذه الدول التي تعتبر بأطاردة لذلك أعتقد أن التعاون المصري الإفريقي تحديدا يجب أن يركز أيضا على خلق فرص لهؤلاء الناس بمعنى التعليم والمنح القوافل الطبية الأزهر لأن هناك عدد كبير من المسلمين في هذه الدول الكنيسة أعتقد أن الملف الإفريقي لا يجب أن يحمل بكافة جوانبه لمؤسسة الرئاسة ليس هذا عدلا لأن المتوقع كبير أو المتوقع كثير جدا والشعوب الإفريقية عندها أرضية قوية أن مصر دولة قريبة لهم كشعوب ولكن هذا القرب يحتاج إلى أن ننميه ونطوره بتقديم خدمات مادية ملموسة بعد قيمتي القيمة الصينية في السعودية وأيضا القيمة الأمريكية الأفريقية وحديث مصر بلسان أفريقيا وطموحات أفريقيا ويعني مسألة التنمية والحديث عن الأمن الغذائي الأفريقي والتنمية والتطوير داخل القارة السمراء لأي مدى حديك شايف أن الأوان أنه يستفيد شعوب القارة الأفريقية من ثروتها طبعا أشكرك أنك أثرت الملفة بتاع الكوب 27 اللي هي قيمة المناخ السابعة والعشرون ويعني برضو أود أن أذكر أن الرئيس المصري عفتاح السيسي بذكاء شديد وبشجاعة تقدم بطلب أن تقوم مصر نيابة عن أفريقيا بتنظيم هذه الدورة السابعة والعشرين إذن قمة المناخ التي نظمت في شرم الشيخ هي قمة تمثل مصر فيها تمثل أفريقيا وليست يعني الدور المصري فيها كان يمثل أفريقيا لذلك كان في أجندة رئاسة القمة السابعة والعشرين هو صندوق الأضرار وتعويض الخسائر والأضرار أفريقيا هي أقل القارات والدول الأفريقية هي أقل الدول التي تساهم سلبا في عملية المناخ بمعنى أن تأثير أفريقيا على التغير المناخي لا يزيد عن 1% ومع ذلك تجد أن أفريقيا لا تستفيد أو لا تستفيد على الإطلاق من موضوع التعويضات مصر في قمة شرم الشيخ وضعت هذا الملف على قمة الأجندة وطالبت بصندوق التعويضات وصندوق الأضرار للدول الأفريقية وأعتقد أن مصر ليس فقط في التنظيم من يوم 12 لغاية يوم 18 أعتقد أننا معنا سنة كاملة والرئاسة المصرية لقمة المناخ لن تترك ملف التعويضات الذي يجب أن تساهم فيها الدول الغنية الصين، الولايات المتحدة الأمريكية الاتحاد الأوروبي، روسيا هذه الدول هي التي ساهمت في مشكلة المناخ وهذه الدول عليها أن تدفع وتساهم في صندوق التعويضات لإفريقيا أيضا أود أن أشير إلى شيء أن مصر تم ترشحها نتيجة الجهود في أفريقيا برئاسة المجلس الوزاري المائي لإفريقيا يعني رئاسة مجلس وزراء الري الأفارقة وهذه الرئاسة ستبدأ من يناير 23 لمدة سنة مصر أمامها تحديات وأمامها فرص أعتقد أن الأزمة، أزمة الغذاء العالمي التي تضرب العالم كله وأزمة الطاقة حلها جزء كبير منه في أفريقيا مصر تستطيع أن تساهم من خلال التعاون المصري الإفريقي في الاستفادة من مئات الملايين من الأفدنة الصالحة للزراعة مصر تستطيع أن تقوم باتفاقات صنائية باستثمار موارد الطاقة في هذه القارة وعلى فكرة لجب أن نشير أن مشروعات الربط الكهربائي بين مصر نموذج يحتزى به الحقيقة في تنمية في القارة الصمع بدأت فعلا صحيح نشكر حضرتك شكرا جزيلا أستاذ نبيل نجم الدين الكاتب المتخصص في العلاقات الدولية شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا وبالتأكيد بمزيد من التعاون والتنصيق وإعلاء مصلحة شعوب القارة الأفريقية وإصرار القيادة السياسية على استعادة الدور المصري والريادي في القارة الأفريقية مزيد من التعاون مع القارة الصمراء نشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا شكرا جزيلا شكرا وشاهدين الكرام كده خلصت حلقتنا مع حضرتكم النهاردة وإن شاء الله بكرة حلقة جديدة من برنامج التاسعة دائما نشوفكم على ألف خير اشتركوا في القناة